أهلا بحضراتكم مرة تانية النهاردة هو اليوم العالمي للسكان واحد من أهم الأيام المرتبطة بقضية محورية وهي الزيادة السكانية اللي بتلتهم كل ثمار التنمية خاصة لو عرفنا أن عددنا تجاوز المية وثلاثة مليون وأننا بتزيد نصف مليون كل أربع شهور يعني أنت إحصائياً كده بتزيد مليون ونصف في السنة إحنا في اليوم العالمي للسكان خلوا يتكلم أكتر عن تأثير الزيادة السكانية على التنمية مع الدكتور أليد جابالة عضو الجماعة المصرية للاقتصاد والإحصاء وتشريع اللي منورنا فيها الأستوديو صباح الخير عليك يا دكتور أهلا وسهلا صباح الخير يا سمع يا أهلا بحضرتك كل سنة ومطيبة فعند كل سنة وحضرتك طيبة عايزين نعرف إيه تأثير عشان برضو الناس تكون فاهمة أكتر تأثير زيادة السكانية على عملية التنمية يعني خلينا نبدأ من البداية أن هناك اختلاق يعني حدث بعض الاختلافات في عملية النظر إلى السكان هل السكان دي خير هل السكان ده شيء جيد أم السكان شيء شر القعدة أن السكان عنصر من عناصر التنمية عنصر من عناصر الإنتاج عناصر الإنتاج مع اختلاف تقسيماتهم الاقتصادية لكن التقسيمة الأساسية قوة بشرية موارد طبيعية تنظيم ورأس مال احنا بالنسبة لنا هنا في مصر احنا طبعا احنا عندنا قوة بشرية هائلة صحيح وهذا الأمر أمر جيد ولكن المشكلة وعندي موارد طبيعية كويسة وعندي معادن في الأرض وعندي أشياء جيدة جدا نقدر نشتغل عليها ولكن هي الفكرة فإن احنا عندنا عجزة كبيرة في رأس المال تكلفة فرصة العمل يا أستاذ محمد وفقا لتجديرات ما بين 25 إلى 30 ألف دولار كمتوسط الأمر ده معناه إيه معناه أن احنا يعني أنا مش مدرك الرقم الكبير جدا لأننا فرصة العمل في مصر لو هتكلف بتكلف كمتوسط أكتر من 500 ألف جنيه يعني لو هيدخلي 800 ألف وافد جديد لسوق العمل سنويا أنا محتاج استثمارات بتتجاوز 500 مليار 500 مليار جنيه سنوي رقم ده رقم كبير جدا يعني أنا بيتهيال أن الوداع الموجودة في البنوك ووداع المصريين في البنوك هتكفينا هتكفينا كم سنة عشان نعمل استثمارات هل إحنا جدين أن إحنا نضخ استثمارات في السوق بهذا الحجم علشان نشغل الخريجين الجدد الدولة بتضخ الدولة ولكن الدولة الوحدها مش كفاية يعني الدولة بتضخ يعني ما يقرب من 300 مليار كل سنة استثمارات والناس بتقول إحنا يعني لازم الدولة تقلل من وجودها في الاقتصاد طيب ماشي طب الاقتصاد الكتاع الخاص كمان على فكرة مدارش يكمل علشان كده الدولة بتحاول تعمل إجراءات عشان تجزم استثمار أجنابي يبقى أنا عندي استثمارات دولة واستثمارات كتاع خاصة واستثمار أجنابي بس لازم إحنا كمان نخفف العبق شوية لأن 800 ألف وافد جديد ده رقم ضخم جدا بيكون عبق على عملية التنمية طيب الرقم ده لفضلنا بالزيادة دي بنفس الزيادة اللي حن نتكلم فيها مليون ونص كل سنة لحد 20-30 هنبقى عملنا إزاي طبعا هيكون فيه مشكلة ويكون فيه مشكلة كبيرة لأنه فيه سرع سرعات هناك سرعة لعملية التنمية وسرعة لعملية زيادة السكان لو أرجعتها نظريا شوية ورجعت النظريات الاقتصادية لما تكلم مالتس قبل كده في القرن الثمنتاشر وقال ولفت النظر إلى أن زيادة السكان على مستوى العالم مش على مستوى مصر بتزيد كمتولية هندسية وزيادة الموارد وزيادة القدرة على الغذاء وإنتاج الغذاء بتزيد بمتولية حسابية يعني السكان بتزيد أكتر من قدرة أو نمو صناعة الغذاء وإنتاج الغذاء هذا الأمر اللي مالتس قال أنه لازم تسيب الفقراء فقراء ولازم يحصل حروب ويحصل مجعات علشان تعمل قدر من التصحيح طبعا الكلام ده حصل عليه مشاكل كبيرة جدا وتم انتقاد كبير لنظرية مالتس ولكن هذه النظرية كان لها انعكاس أنا بشوفه في دول كتير في العالم وهي أنها قفل حدودها يعني حتى البعض حتى اللي معترض على كلام مالتس أن العالم عنده توازن ما بين عدد السكان والإنتاج ده بيكون في حالة فتح الحدود أن الدولة اللي عندها سكان زيادة تروح سكانها تنتاكل إلى دولة عندها موارد زيادة دولة عندها نقص في العمالة ولكن هو اللي بيحصل النهاردة أن الدولة الغنية أفل على نفسها حدودها لأن أنا بقسم السكان في العالم وإحنا النهاردة يعني وصلنا لحوالي في العالم حوالي 9 مليار نسمة بلاقي أن حوالي واحد ونصف مليار هم الشريحة المتقدمة هم الدول المتقدمة هم اللي قفلين على نفسهم الحدود هم اللي بيستفيدوا والباقي بيعاني هم قفلين على نفسهم الحدود وبقوا دول عظمى واقتصادهم بقى اقتصاد جيد وكل ده بسبب برضو أن هم قدروا أن هم يضبطوا الزيادة السكانية وهذا اللي ساعدهم وهو ده بالتأكيد لأن احنا كمان لسه إحنا عندنا قضية لسه ما عندناش ثقة يعني لسه بنسمع قراء بتقول أن زيادة السكانية ده حاجة كويسة لسه بنسمع قراء وقراء ده كثرة بتشجع يعني حاجة غريبة جدا لا طب احنا نضرب مثال بسيط أنت راجل شغال شغلتك العادية خالص الزيادة السكانية أنت بالنسبالك هتقدر تصرف على عيالك بكل تأكيد لا وانا لو عندي طفل هصرف عليه زي ما هصرف على 4 أو 5 بكل تأكيد لا طب أنا هجبلهم فلوس منين فبالتأكيد هأثر في تعليمهم وهأثر في صحتهم وهأثر في كل حاجة يعني مش هطلبوا حاجة وأعرف أجبها له خلينا نتكلم بمنطق بسيط جدا أن المية اللي بيجيلنا مية النيل على افتراض سابتها من غير أي مشاكل على افتراض سابتها اللي كانت بتتأسم على 20 مليون بقى تتأسم على 50 مليون بقى تتأسم على 100 مليون على فرض السابت خلينا أقول إن حصة المواطن المصري من إرادات قناة السويس قناة السويس مع تطويرها إلا إن معدل زيادة السكان أكتر من معدل زيادة إرادة قناة السويس لو أنا شفت معدل يعني عندنا معدل نمو الصروات في مصر ما هي الصروات محدودة وبينما السكان بتزيد هذا الأمر بيشكل أعباء كبيرة جدا الدولة المصرية بتحاول قدر الإمكان وبنشوف الإنجازات وبنشوف الشغل اللي بيتعمل لكن السكان بتسبب مشكلة يعني أنا عايز أقول لحضرتك حاجة الدولة المصرية قبل يناير 2011 كانت قطعت شوت كبير في مسألة التوعية بزيادة السكان وكاننا وصلنا لمعدل زيادة السكان حوالي 2.9 من 10 طفل لكل سيدة كمتوسط إلا إن في فترة الترابط السياسية فكان البعض تصور أن تنظيم الأسرة يعني جزء من الأشياء اللي كانت غلط وحانا وقت تصحية فنخلف بقى ارتفعت المعدلات الإنجاب إلى أكتر من 3 وصلنا يمكن لما يقترب من 3 و 4 من 10 طفل لكل سيدة وعد الوقت بسرعة جدا يا أستاذ محمد إن سبع سنين عدوا بسرعة لأن فجأة اللي استجاب لذلك ابنه بقى عنده سبع سنين وثمان سنين ودخل للمدرسة فجأة الفصول كسفات الفصول ارتفعت طب هتتحل إزاي إزاي تتحل كسفات الفصول عندي دست حالة إنها تتحل في بعض المناطق لأن لو حضرتك نظرت في القاهرة في طنطة في المنصورة في أسيوت في الفيوم المشكلة ما بقتش بس تمن المدرسة هنبنيها فين صح ماهو ما فيش أماشي أصلا تتبني عليها المدارس في الأحياء القديمة وإذا أنت بنت المدرسة في الخارج صعبت الدنيا عليه مش هيروح مش هيروح مسافات خصوصا إن الشريحة محدودة الدخل بتبقى عايزة مدرسة جنب البيت يبقى كسفات الفصول أصبح تخفيف كسفات الفصول نوع من أنواع الاستحالة بأي طريقة بأي طريقة هتتخفف ده نحن بنتكلم دلوقتي على كسفات الفصول لما نقلك بقى الكسفات التعامل مع المستشفيات الحكومية وهرجع أقولك هتتبني فين مستشفيات تانية المدن القديمة مغلقة وده أهمية المحاور المرورية اللي الدولة عملتها علشان تحاول تخف الكسفات علشان الناس تخرج والخروج أصبح حتمي لكن في عزم أحنا بنقول أن الخروج حتمي لازم نخفف الضغط على المجتمعات في الوادي والدلتا المجتمعات المقفولة وبقول له زيادة الإنجاب أنا مش شايف حل الدولة هتبني مدرسة فين الدولة هتبني مستشفى فين الأمور في منتهى الصعوبة وده يعني بتؤدي إلى أن احنا أمام مشكلة لازم نتصدى عليها الدولة قامت باستراتيجية وأعلنت استراتيجية مؤخرا استراتيجية دي من خمس محاور المحور الأول قايم على تمكين المرأة تمكين المرأة بأن احنا بنحاول أو الدولة بتحاول تدرب المرأة تشغل المرأة تقدم كروض تمويلية منخفضة تكلفة للمرأة عشان المرأة تشتغل المرأة العاملة بتكون أكثر قدرة على تنظيم الأسرة عن المرأة غير العاملة وبصفة عامة الأسرة ميسورة الحال بتلاقيها حياتها أفضل من الأسرة العادية لأن هناك متلازمة ما بين إيه الثقافة والتعليم بيترتب عليهم انخفاض معدل الإنجاب وفي نفس الوقت انخفض معدل إن الأسرة الصغيرة هي الأكثر قدرة على الثقافة والتعليم فأنت عايز تبدأ من إيه يعني تزود من الثقافة ولا تقلل من الإنجاب إذا قللت من الإنجاب هتزيد الثقافة وإذا زودت الثقافة هيقل الإنجاب فهي الدائرة دي لازم الدولة بتتصدق إليها محور تاني من الاستراتيجية متعلق بالتوعية المحور الثالث متعلق بعملية المجال الإلكتروني والرقمي وإن نجمع بيانات يكون فيه قاعدة بيانات للمسألة وأن يكون هناك قاعدة تشريعية بحيث تصدر تشريعات بحوافز إيجابية للمرأة إن هي تقوم بعملية تنظيم الأسرة مثل أن يكون هناك حافز مالي للمرأة اللي بتزيد اللي بتوصل إلى سن معين وهي محتفظة بتفلين بس استراتيجية متكاملة وتصور أنها هيكون لها نتائج إيجابية وإن كنت أتمنى أن يكون هناك حوافز للرجل أيضا لأن زيادة الإنجاب ليست مرأة فقط ولكنها رجل أيضا لازم نشتغل على توعية للطرفين وحوافز للطرفين أيضا نشتغل على الأسباب في أسباب انتهت يعني في أسباب في أسباب متعلقة بالثقافة بتزيد أنا شايف أن الدولة بتضغط بصورة كبيرة جدا على منع تشغيل الأطفال لأن كان في فترة من الفترات الناس كانت بتخلف علشان ولادها يساعدوها في الحقل ويساعدوها في الورشة صحيح النهاردة فيه ضغط وفيه بحيث أن ما يكونش هناك تشغيل أطفال أتصور وأتمنى أن أشوف إجراءات إيجابية مثلا أن أنا أقول للشخص اللي يوصل على المعاش الراجل أو ست هو بيخلف ليه هو بيخلف عشان ولاده يساعدوه في المستقبل لا أنا أقول له لو ست المعاش رعايتك الصحية هتكون أفضل معاشك أو علاوة في المعاش أفضل اللي يصل إلى سن المعاش بدون بطفلين بحيث أنه هو إذا كان بيخلف علشان ولاده يساعدوه لما يكبر لا عنده نظام رعاية صحية ورعاية اجتماعية تساعدوه لما يكبر فكرة أن حد كان بيخلف أولاد أكتر عشان الولاد يقفوا جنب بعضهم أتصور أنه ما فيش حد فيه جنب حد ودي حاجة تخلي الناس تفتاعت تماما أنا أعزي الفكرة خلاص ما فيش حد يقف جنب حد دلوقتي الله يكون فعونه على اللي هو عنده فإحنا مهم جدا أنه نشتغل على القضاء على الأسباب حتى نصل إلى النتيجة المرجوة كل تأكيد بنشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا شرفتنا ونورتنا وكل سنة حضرتك طيب دكتور وليد جبالله عضو الجماعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع ألف شكر لك شكرًا جدًا